انتلغت اليوم بقصر الأمم المتحدة بجنيف أعمال الدورة الخامسة بعد المئة لمنظمة العمل الدولية بمشاركة ممثل الحكومات وأصحاب العمل والعمال ويركز المؤتمر في جدول أعماله على مبادرة القضايا على الفقر والعمل اللائق والقدرة على مواجهة الكوارث ومناقشة إعلام منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة يزعى وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية من خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف لطرح مبادرة المملكة عشرين على ثلاثين التي تهدف لمعالجة الكثير من القضايا ويعتبر مؤتمر العمل الدولي فرصة لوفد المملكة ليؤكد للعالم طموح هذه الرؤية وسعيها لتقليل معدلات البطالة وتحقيق معدل أعلى لشبكة الحماية الاجتماعية تأتي هذه المشاركة في هذا المحفل الدولي الذي يشارك فيه أكثر من مئة واربعة وثمانين دولة لتكون فرصة للمملكة العربية السعودية والوفد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقدم رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين في معالجة كثير من القضايا وبشكل خاص ما يتعلق بمجال العمل والتنمية الاجتماعية أعتقد الفرصة كبيرة جدا لوفد المملكة العربية السعودية ليؤكد للعالم طموح هذه الرؤية وسعيها إلى تقليل معدلات البطالة كما أكدت الرؤية وإلى أيضا زيادة مشاركة المرأة وتنويع الاقتصاد وخلق اقتصاد متنوع واقتصاد مزهر ومجتمع حيوي وأيضا تحقيق معدل أعلى لشبكة الحماية الاجتماعية لكامل الفئة المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية اللقاء خادم الحرمين الشريفين بالعمال ممثلين في عناصر الانتاج الثلاثة يؤكد اهتمام المملكة بحقوق العمل والعمال وسعيها الجاد للالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية لشروط العمل التي نصد عليها المعاهدات والمواثق الدولية هذا ما أكده وزير العمل والتنمية الاجتماعية للمجتمع الدولي خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي بجنيف حقيقة سيدي خادم حرمين الشريفين في لقائه بعمال المملكة العربية السعودية بكافة فئاتهم ذكورا وإناثا وشركات كبرى ورواد أعمال وشركات صغيرة ومكافة مناطق المملكة أكد اهتمام المملكة العربية السعودية بعناصر الانتاج الثلاث وأيضا الثلاثية تأكيد مبدأ الثلاثية والحوار الاجتماعي بين مكونات السوق بشكل عام العمال والحكومة وأصحاب الأعمال والحقيقة هم استثمرنا هذه الزيارة وأعددنا تقرير عن هذه الزيارة وقمنا بتوزيع في مجال واسع هنا في المشاركة لإبراز هذا الدعم وهذا الاحتضان من القيادة الرشيدة لفئات العمال في مملكة العربية السعودية دائما المنظمات الدولية تتام كثير من الدول وبشكل خاص الدول الخليجية بأنها لا تعطي اهتمام أكبر بجال العمال مثل هذا اللقاء ومثل هذا الدعم الاستثنائي ومثل هذا الحوار الذي تم بين سيدي خالد محن الشرفين والعمال كان إشارة قوية ودليل قاطع على أن المملكة العربية السعودية تؤكد على الثلاثية وتحتضن العمال وتقدم كل دعم المساندة خلال هذا المحفل الدولي تزعل مملكة العربية السعودية لطرح رؤيتها عشرين ثلاثين طاها يوسف حسن تلفزيون المملكة العربية السعودية منظمة العمل الدولية جونيف ترجمة نانسي قنقر